نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء وأصفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة وأعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددولي عن خالص تعازيه لقوات المسلحة ولأسر الشهداء مشددا على عزم الدولة استكمال مسيرة البناء والتنمية ومواصلة معركة الكرامة التي يخذها الوطن وأبنائه المخلصون ضد قوى الشر وديول الإرهاب والتطرف